اشتركوا في القناة هي بعنوان وادبوهم ونازلنا ترى احنا الان في تربية الابناء وتكلمنا عن عدة نقاط واليوم ان شاء الله راح نتكلم على موضوع له يعني الحب والتعاطف بين الاباء والابناء يا جماعة الانسان من الله خلقه يحب ان احد يحن عليه احد يحس فيه احد يتعاطف معاه احد يبين له ان انت مهم عندي اني انا احبك وايد اني انا اعزك اني انا اقدرك ترى هذا الشي يعطينا بور ويعطينا طاقة عظيمة جبارة نحس ان والديني يحبوني وان اهل يحبوني وان الاسادر يحبوني يا جماعة ترى هذا انا اش حقه اني اكون ترى شاطر وخوش ولد مثلا وممتاز وممتاز لاني انا محصل ترى طاقة طاقة من المحيط اللي انا عايش فيه محيط الحب والعطف فانت اذا انت يا ابو انت يا ام لا تنسون عيالكم من هذا من الحب ومن العطف يعني انت لازم كل يوم كل يوم تلم الولد تلم البنت لو دقيقة لو كذا بس كذا وبعدين وانت لام تقول الكلام الحلو وانا ترى والله العظيمة احبتي وانا والله ترى انا احبك والله انا اعزك والله انا اعزك يعني انا احمد الله ليل نهار انه عطاني ولد مثرك انت حبوب ان الله عطاني بنت مثرج حبوبة وطيبة الله عاد والله عيالنا ودهم يطيروا من الفرح الله يعني هالكثر أمي تحبني هالكثر أبوي يحبني فأنت لما تبين حق الطرف الآخر يعني جماعة أولى الناس بالحب والحنان العطف اللي هم أقرب الناس لي من زوجتي وأبنائي فهذا الحب يعني سبحان الله الولد يشوف أمه تحبه أبوه يعني يحبه ويعطف عليه العم العمة الخال الخالة يعني ما نبي السلام الفاتر عندش سلام وقاعدين يجي معا يمعا خالات وخوار اديش أصافع واحد واحد وكل واحد يعني هم ابتسامهم كذا وإذا صار مثلا أهل أخال أهل أخال يا حبيبي مش تاقين لك ماذا ما ما شفناك والله يا حلوك ويا حلو سوالفك والله العظيم يخالي أنت أو مثلني أو عمي أو عمتي هذا الأمر يعني ترى حلو يعني فعلا قمنا إحنا قاموا عيالنا يحبوننا إحنا ويحبون الناس اللي متعلقين فينا إليهم العمام والعمات أو الخوار والخالات لأن شافوا حنان شافوا عطف شافوا حب شافوا تقدير هذا ولد محبة والمحبة فعلا إذا تبي ولدك ينشأ نشأة سليمة سوية لازم عنده قدر من الحنان من العطم فقد الشيء لا يعطيه لو أنت شوية جلف لو أنت شوية يعني شديد يعلم نفسك عشان عيالك الله يخليك يعلم نفسك أنت لا لا تنسى هالشيء هذا يعني ذكر نفسك وخل جوجتك ذكرك أنك ذات الشيء ذكريني أني أني ألمهم أحبهم أناديهم أحطيلي على مثلا حول الراس أو على الشتب وكذا وهذا طبعا الحركات فأيضا ترى التقبيل الأقرع بن حابس شاف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقبل الحسن والحسين أحفاده فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يد يا جماعة وعيال بنتها يحبهم فيولا كان يأخذهم يبوّس فيهم يلمهم والأقرع بن حابس سيد من سادات العرب كان يقول حق النبي صغاله تقبلون الأولاد تبوسون عيالكم قال شنو قال نعم نقبلهم كان يقول عندي عشرة من العيال ما قبلتوا أحدا يعني لا من المتفخر بعد عندي عشرة عشرة عيال ما حبيت ولا واحد ما أبست ولا ولا واحد فالنبي يقول ما أملكوا النزع الله الرحمة من قلبك الراحمون يرحمهم الله فيجمع هاي ترى رحمة وسكينة أنت شوف يعني لما تلم ولدك أو تلم بنتك شوف الحين الراحة والاطمئنان والاستقرار بعدني يقول لك ولدنا متوتر وقلق طبعا لأنني ما أحس بالاستقرار ما أحس بالسكينة ما أحس بالمحبة ما أحس بالراحة يعني جماعة ما إحنا لازم لنا مكان نأوي إليه يجمعان لمن أكون زعلان أو أكون فرحان أول شخص لما يواجهني لما أجه أبوي ألم أبوي وأهني مثلا على على مناسبة سعيدة لما نكون مثلا كذا أكون مضايق فألم أبوي كذا أبي أقول لها ترى يبا ترى أنا مثلا سامحني والله يبا ترى شديت حيالي ودرست وشقيت عمري شق بس يبا ما قدرت أي بالعلامة اللي أنت تبيها مني والله يبا ترى أنا سويت شديد يبا سامحني وما مع شم يعني دمعة هذا ترى الزوم هذا الزوم المشهد والمخرج عاوز كذا يعني عيانهم يعرفون فالكلام هذا الطيب وهالدمعة هذه وهاللوم حق النفس سامحني يمكن أنا بما درست عدل وكذا كذا هم طيب خاطري وهم أنا حبيت أزياد لأنه مقدرني لأنه درس وسمع كلامي لو ما يبا العلامة اللي أنا أبيها لكني ظل الحب موجود ظل الرحمة موجودة العطف الحنان إجماعا إحنا بحاجة يعني إشلون الرجل الكبير بحاجة إلى عطف حنان إنه يعطى عطف حنان واهتمام كذلك الأطفال والأولاد يحتاجون إلى عطف وإلى حنان أنزين يعني أنا اللي أنا اللي أنا أقوله نعبر والله العظيم يعني أنتي ما تصوري أنا أش كثرة أحبت يا بنتي ولدي والله أنا طاير فيك أنا ربعي كلهم حزدوني على عيالي وعد أمدح فلان أمدح فلانة لأنه ما شاء الله صيتهم طالع في العائلة مثلا أنهم خوش عيالي أنا جماعة والله ترى الكل يقول أن عيالي فلان أحسن عيالي يا جماعاتهم تقفى هالباور وهالطاقة يعني وبين لهم المحبة والمعزة والقدر اللي لهم في قلبك يا ما نقول حق العيالي أنا ناس حازدين عليكم وأنا والله ما عندي نعنى بالدنيا أحسن منكم أنت والله أنت وترى سبب ساعاتي ما حق أنا حمس تانس وسعيد الحياتي لأنه عندي عيال مثلكم والعكس فيه العكس اللي هو أنت وكذا وأربعين ساعة دايما الأسلوب السلبي النهر الزف الاحتقار عدم الحب كذا يتمع ما يصير يجمع لازم لازم يسمعوا كلمات الحب مننا احنا 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 نبادلهم الحب يحبوننا هالكثر نحبهم هالكثر يعطونا كل من نعطيهم عشر كلمات بالحب يعني يعني يجمع أنت بعد بادل تخلك إيجابي وترى والله ترى يعني ترى فيه أمور ترى بسيطة ما تكلف شي ما تكلف طاقة ولا تعب ولا كذا ولا كذا أنا ما قلت مثلا على موضوع الهدية ما الهدية ولا مثلا نقصة ولا مثلا لعبة معينة ولا شغلة معينة بخاطرة هذا طبعا هذا يعني هذا أكيد إنه أمر حلو وأيضا يوطد العلاقات والمحبة بين الآباء والأبناء لهو الهدايا كذا النقصة مثلا السوالف اللي هم بخاطرهم يعني يعجبني الأبو والأم اللي يعرفون إن ولدهم وأبوتهم بحاجة حق شي هذا فراحة ويابو يابو لهم من غير طلب من غير حنة يما أنا كمرة قلت يبقى أنا وصيتك عشر مرات عشان يتيب لي هالشي يجمع ليش ليش هالشكل مثلا يعني فالأم والأبو يبادرون كذلك الأبناء سبحان الله يفكرون أيضا سبحان الله شوف أنت لأنك شيء أنت غرست فيهم ترى قاعد يعاملونك بالمثل يفكرون شنون يردون لك إياها مثلا يجيك ولدك يبقى الموبايل هذا يودع يطالع فيه شدي شدي زين شدي بس ولا ما ما صار العصر ولا يعيب لك هذا وموبايل يديد وهذا يبقى خلاص هذا يبقى رحموا ديلا ما يجب خلاص هدية مني لك يلا أما ما ترط تقول يا الله مشكور فقاموا يحطوا عيالنا يبادلون هذا الشعور من مثل ما كنا نوفر لهم كل شي الحين سبحان الله وهم تأثروا صاروا يحبون أن يعطوننا أي شيء وعسى ما قلنا عن الشيء قلنا يا بولنا يا بسرعة للبرق وهذا كل من المحبة والتربية الحسنة والحب والعطف اللي صار بيننا وبين عيالنا نسأل الله لنا ولكم توفيق وللقاء في الحلقة القادمة يعطيك بالعافية